مساء الخير متابعي صوت بيروت انترناشنل وبيروت سيتي أهلا وسهلا بكم في هذا الحوار الخاص لصوت بيروت انترناشنل من منزل عائلة الناشطة كيندا الخطيب المتهمة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي صدر أمس القرار الظني بحق كيندا الخطيب عن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية القاضية نجاة أبو شكرا إلى جانب شقيقة كيندا للحديث أكثر عن موطيات هذا القرار الظني وعن موقف العائلة منه خصوصا بعد التداول به على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا بعد تفرد كما ذكر لدى أحدى المواقع الإخبارية موقع محكمة أهلا وسهلا فيك بالبداية أهلا فيك أهلا وسهلا فيكم نحنا عم نتناول الموضوع من الجانب يعني اليوم بعد ما صدر هذا القرار نحنا عندكم بالبيت عم نشوف في معنويات عالية عم نشوف ما كأنه في حادثة أليمة بالمنزل فقدان أحد أبنائها موجود بالسجون خبريني يعني لي هالارتياح موجود أولا نحنا كعائلتها أخويتها وأمها وكل الأصدقاء والأقارب من أول لحظة تم فيها توقيف كيندا نحنا على يقين تام ببرائتها وإيماننا العالي بأفكارها بمعتقداتها بالخط اللي هي ماشية فيه فكريميل هيك نحنا مرتحين لأنه نحنا من اللحظة الأولى مؤمنين ببرائتها قد ما أخذ الموضوع صدى بالسوشيل ميديا بالأعلام قد ما جربوا يشوهوا صورة كيندا بس نحنا أهلا نحنا اللي منعرف كيندا شو فبالتالي نحنا مؤمنين بهيدا الموضوع كامل الإيمان والثقة ورح نظل مرتحين لآخر لحظة لأنه كيندا بريئة هلأ بما يخص القرار الظن اللي صدر مبارحة من المحكمة العسكرية نحنا بعدنا بمرحلة الظن يعني نحنا كيندا بعدها بمرحلة الاتهام هيدا القرار ما انه قرار صادر عن المحكمة يعني ما انه نهاية القصة لكيندا هو بعدنا بمرحلة الظن بمرحلة المداولة بمرحلة الاتهامات فبالتالي الموضوع اللي طلع بالسوشيال ميديا والتحقيق وما بعرف شو كل هول القصص نحنا كتير عنا أسئلة عليهم أمتى صارت الصحافة هي القاضي؟ أمتى لا حتى يصدروا هيد الأحكام؟ ما هيدا قرار ظني؟ اسمه ظن، شك لا يصدروا هيد الأحكام ونحنا منا مستغربين هيدا الموضوع لأنه هني من بداية القصة من قبل ما يتم التحقيق معكين ده من لحظة اعتقالها بلشوا الخبريات والحكة وفبركات قصص وخبار إلى آخره فبالتالي نحنا هني كمواقع ما منستغرب شو عم بيقولوا هيده سياستهم وهيده هني بس ولكن نحنا مرتحين لأنه بعضنا بمرحلة الشك والاتهام واللي مريحنا أكتر أنه في كتير أمثلة بتشبه قصة كينده يعني في عنا جانا أبو دياب في عنا زياد عي تاني في كتير أمثلة وأشخاص تم اتهامهم بنفس التهمة اللي مواجهة لكينده وبالأخير المحكمة برقتن بقى نحنا هاي دي سيئتنا سيئتنا أنه لأنه نحنا مؤمنين بكينده ومؤمنين ببرقته متل ما صار مع غيره كينده رح يتم تبريقته عبر المحكمة القرار الظني أو يعني صدر بخلاله وبمضمون النص بأن هناك يعني كان تعامل مع بين كينده وبين صحافي إسرائيلي هل كان عندكم علم بأي هيدا؟ أكيد أكيد كل اللي انحكى بالتسريبات اللي صارت مسبقا وهلأ نحنا ما عنا نعلم فيها ولا منقامن أنه هيدا الحكي صار كده دقة هيدا التسريبات؟ ولا واحد بالمية هيدا التسريبات بالنسبة لإننا صفر بالمية منا مؤمنين فيها وبعدين هل يحق للصحافي تقول مصادر عسكرية أو مصادر قضائية؟ نحنا هون منسأل هيدا صحافي تقول مصادر؟ هيدا نحنا بالنسبة لإننا ولا شي كله بمجال الاتهام السياسي واللي من الأساس عمل كل هالقصة لكن ده مو بيصعب عليهم يركبوا هيك قصص وهيدا إيماننا وبس أنا بدي أرجع لنقطة أساسية أنه نحنا لحديد هلأ بعدنا مؤمنين أنه المحكمة بتعطي البراءة لكن ده لأنه في أمثلة مسبقة والتشابه الكبير أنه نفس التهم وصيق ضدهم نفس الطريقة الإعلامية لتشويه سمعتهم لتشويه صورتهم ولكن اللي فاجأنا بس مبارحة بالقرار الظني والتسريبات اللي كانت عم بتصير أنه كنا بموضوع تخابر إسرائيل صرنا جيسوسية صرنا علاقات مع دول عربية عنده علاقات مع أي طرف جهاز أمني في لبنان أو حتى شي قيادي بحزب الله أو غيره؟ نهائياً نهائياً كيندا ناشطة كيندا بعدها ما خلصت جامعة كانت عم تشتغل بدمان الترجمة بدمان التعليم لا هي موظفة بنطاق الدولة ولا عنده علاقات مع هؤلاء الناس بس أنا بدي أحكي على نقطة اللي هي سخفت كتير عنا الموضوع وعند شريحة كتير كبيرة من الناس لما عم يحكوا عن علاقات كيندا مع أشخاص بدول عربية شقيقة إن كانت الكويت السعودية الإمارات يعني أنا هون بسأل إذا ناشطة هل قد عنده علاقات مع هل قد ناس نافذين نحكي ولي عهد السعودي بس للمشاهدين نبيلهم أنه حكيوا مع أساس أنه عنده علاقة مع ولي عهد السعودي وكانت عم تتوسط للصحافي المذكوري يعني الصحافي الإسرائيلي المذكور بأنه عم تتوسط له بمقابلة إجراء مقابلة تلفزيونية مع ولي العهد هل عنده هي هذه الإدراءة؟ ومع ضباط كويتيين كمان يعني أنا بقول إذا عنده هيد القدرة كان لازم ما كان يكون برئاسة الحكومة أو أقله بوزارة الخارجية مش بالسجن وإذا كان عنده علاقات كانت من الأساس ما توقفت يعني هون نحنا منشوف قد الموضوع شطحوا فيه وراحوا فيه لبعيد وهيدا الموضوع إن كان عم بيأكد لأفلاس عم بيأكد عن إفلاس هيدا الجهة اللي أخدتها وعملة كل هيدا القصة والخبريات عن كيندا هني شو أجاندتهم عم بيفتحوا نافذة من اعتقال ناشطة لنوافذ أخرى لأفكار لهني رسائل بدني وصلوها هيدا سؤال لقلون هل برأيك عم بيحاولوا يهربوا الناشطين يرهبوا الناشطين الآخرين يخوفوهم عن طريق كيندا يعني اليوم التسريبات يلي عم تصدر ما يعني تسريبات يعني عن عبث أو إنه والله صحفي قدر يوصل لهيدا المعلومات القضائية وهي المعلومات الدقيقة والحساسية هل برأيك عم بيحاولوا بهيدا الطريقة إنه يرهبوا الناشطين يلي عم بيتناولوا المواضيع يلي بتكون ضد حزب الله أو ضد الثنائي الشيعي أو حتى ضد السياسة يعني خط 8 أدار سابقا أكيد هيدا اللي عم بتقوله صحيح مية بالمية واللي كان عم بيصير إنه كين ده هي بتمثل شريحة كتير كبيرة يعني ناشطة بعمر 23 سنة بتمثل شريحة من الشباب الشباب اللي عم يحكي كلمته ما كتير عم بيحسب لأبعاد عم يحكي كلمته عم يحكي واجعوا فهي بتمثل هيدي الشريحة والملفت بكين ده إنه كانت تسمي الأشياء بإسمه الأشخاص بإسمهم في كتير ناس يمكن هني بالإعلام أكبر منا سنن وعمرن وضلوعن بالإعلام بتلاحظ إنه بيكتبوا حروف بيكتبوا أسماء مقطعة يعني هني حريصين على حالهم أما الشباب الصغار اللي هلأ هني طالعين وبدوا وطن وبدوا ضد الفساد فعم بيسموا الأشياء مثل ما هي وهيدا اللي كان يصير معكين ده إنه كانت تقول الفكرتها والشخص اللي بدها تسميه أو الحزب أو الجهة أولى وما أنا خايفي من شي فبالتالي هني عم بيفزعوا فيها شريحة كتير كبيرة من الشباب إنه أوكي أنتو هيدا بتمثلكون ما بعرف عم بيفزعوا فيها عكار عم بيفزعوا فيها الشمال وين هني واصلين عم بيفزعوا الشريحة الشبابية بالإجمال هيدا هني شو بدون بس إنه كين ده أكيد هي بتمثل شريحة كتير مهمة من هيدا الشباب الجامعي المثقف اللي عم بيقول كلمته منه خايف وهني عم بيجربوا يقمعوهن وهيدا اللي صار مع كين ده هي معركة حرية رأي وتعبير معركة سياسية معركة ممكن نسميها ولو كان بهيدا الإطارة معركة عدو مع عميل بأي تصيف ممكن تسموها اليوم كعائلتا لكين ده نحن كعائلتا هي معركة اختلاف بالرأي السياسي وهي لأنه بتمثل ناشيطي بالتالي عم يعملوا كزا خبرية بنفس الوقت أوكي انتي ما فيك تتقعلني هل قد فكرتك ضد الفريق الآخر وبنفس الوقت هيدا الشباب اللي طالع متلك نحنا هيك بيصير فيهم ممكن هيك يصير فيهم ختاما هل رح يكون في تحرك قضائي منكن أو رد على المجلة المذكورة المسمات محكمة والصحافي أو الكاتب عن هيدا المقال الكاتب المقالي اللي انتشر رح يكون في منكن أي رد عليه هلا أنا هون قبل ما فوت بهيدا الشخص بدي بدي أحكي شي نحنا كأهلة لكن ده اسمعنا كتير حكي من الأساس واتهمات وكلام سيء بحقه أنا بحب نوه على فكرة أنه الكلام صفة المتكلم هيدا الكلام السيء بيرجع للناس اللي قالتو بيمثلهم بيمثل بيئتهم وبيمثل أفكارهم يعني إن كانوا أفراد والله إن كانوا مؤسسات إعلامية أو سوشيل ميديا ونحنا أكيد إن شاء الله بس تخلص قضية كندة وتطلع مرفوعة الراس مثل ما إيماننا فيها كتير كبير هول كلهم بدنا يتحاكموا وبنا نرفع دعاوة تشهير يعني لأنه ما بس تشهير وعن بيعطوها جرائم يعني أكيد نحنا ناخد مسران القانوني السليم إذا الله بريد بس لنخلص من قضية كندة وأنا بحب هون قول شغلة إنه نحنا أخواتها لكيندا وأهلا ولا مرة وبحب قول كمان لكل الأهل إنه وسقوا بولادكن وحبوهون وما إنه إذا هالقد ناس شهرت فيهون إنه منترك أخواتنا أو أولادنا أبداً نحنا كندة مؤمنين فيها بأفكارها نحنا ربيناها على الحرية نحنا ربيناها إنه تقول رأيها بحر صريح وبالتالي نحنا ما منتركها ما منتركها ونحنا مؤمنين فيها وبقيين ما على آخر لحظة ونحنا هالقد مش تقلة وناطرينا ومنحبها كتير نحنا منتمنى بدورنا أيضاً إنه يكون فيه الشفافية الكاملة بهيدا الملاف تحب تضيفي أي شيء أبداً نحنا كمان بدي ضيف شغلة إنه فيه كتير ناس إنه أوكي أنتو متأسرين متديقين نحنا كأهل يمكن أوكي أكيد مننزعج بهيك خبار بس نحنا مننزعج بس ما مننهز فيه فرق كتير كبير نحنا ما مننهز مش هيدا الكلام نحنا ناس عنا مبادئ مؤمنين بقضيتنا اللي هي قضية وطنية وما في شيء ممكن يهزنا الكلام السيء برجع بقلك بيعبر عن أصحابه ونحنا عائلة كتير متماسكة ومتكاتفين لآخر لحظة ومندعم بعض لآخر لحظة وبالتالي كيندا نحنا دعمينا للأخير وإن شاء الله نحنا مؤمنين مثل كتير قضايا أنه كيندا رح تطلع بريئة بالمحكمة وساعتها كل واحد حكي القضاء بسكته ومارسي لأنا الخطيب شقيقة الناشطة كيندا الخطيب نحنا رح نكون بتشكرك وبتشكر العائلة على هيدا الثقة لصوت بيروت انترناشنل ونحنا بنتعهد طبعا بكما كل القضايا أنه نتابع هيدا الملف متل ما بتابعناه من بدايته ومكملين اليوم فيه بهيدا المرحلة رح نكفي فيه للأخير إلى أن يصدر الحكم النهائي وإلى أن تتضح الحقيقة أكثر للرأي العام ولعائلة كيندا وطبعا سنكون ونوافيكم بكل مستجدات هذه القضية وسواها تابعونا دائما عبر صوت بيروت انترناشنل شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة